قال تقرير اقتصادي إن معدل التضخم في أسعار المستهلك استقر عند 2.7% خلال شهر مايو المنصرم مقارنة بشهر ذاته من العام الماضي وأضاف تقرير بنك الكويت الوطني أن اعتدال نمو إيجارات المساكن وضعف التضخم في أسعار المواد الغذائية أدى إلى تراجع نمو الأسعار خلال الأشهر الأخيرة كما أوضح أن انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية وركود سوق العقار سيؤديان إلى إبقاء تضخم أسعار المواد الغذائية والسكن تحت السيطرة متوقع أن يتسبب ارتفاع تعرفة الكهرباء والماء في وجود بعض الضغوط التي قد ترتفع على إثرها معدلة التضخم